موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في حلقة جيدة من داف جيكس اكاديمي في الحلقة دي ان شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة وهي الويل او اللوب عامة نتكلم على حاجة اسمها اللوب يعني ايه اللوب دلوقتي انا عندي مجموعة من الاكواد او كود واحد او اي ان كان عنده كونديشن معين او عنده حاجة معينة كود ده يتقرر 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 بس باختلاف بسيط جدا مثلا في اختلاف القيمة حاجة بتزيد مثلا زي السيكونس مثلا الارثماتيك سيكونس والجيوماتيك سيكونس لو مثلا يقولك ارقام زي واحد تلاتة خمسة سبعة تلاقي كل مرة وفي حاجة معينة بتزيد او هكذا تلاتة خمسة بسيط جدا دلوقتي انا قلت لك عايز اطبع من مثلا من صفر ال تسعة فهنعمل نقول انت اكس بالمنظر ده بتساوي زير او القيمة بعد كده هقول له printl ال اكس دي صح كده printf %d كميل طيب بعد كده انا عايز اخلي قيمة ال اكس دي بواحد فاقل ال اكس بلاس بلاس صح كده معنا ان ال اكس ستزيد بواحد بعد كده اعمل printf وقول له اعمل ايه %d ومحطط هنا برضه ال اكس خلونا نعمل هنا باك سلاش ان عشان ينزل سطر ونعمل باك سلاش ان طيب انا عايز اكرر الكود اللي قدامك ده هنا قيمة ال اكس كل شوية انا عايز اكرر الكود اللي قدامك ده كذا مرة فاقلنا نعمل لحد تسعة يبعدنا زير و واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة طبعا ما حدش اعمل لها بس احنا لحد اللي اخدناه لحد الوقتي او لحد اللي احنا تعلمناه لو جيت اطباع لي من صفر ال تسعة هتعملها لي بالمونزر ده فلما اجي اعمل build or run جميل طبعا او صفر واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة طيب ايه رأيك دلوقتي انا هعمل لك سحر كده تمام سحر بقى وش عوازك كده واخلي لك الكود ده ايه بقى فساطرين مثلا مولا بتاع طيب هنعمل ايه اول حاجة احنا عرفنا قيمة الاكس بتاعتنا بزيرو وعملنا لها print جميل الكلام %d وان هنا يطبع لي الاكس كده لو رانيت هتعمل لي ايه؟ هيتطبع لي الزيرو طيب انا عايز اطبع بقى ايه من واحد الى تسعة نستخدم حاجة اسمها ال while اللوب التكرار فيه تكرار هيحصل عندي في الكود فالسنتكس بتاعها او طريقة الكتابة بكتب while بالمنظر ده بقى كده قصين ما بين القصين ده بكتب condition معينة زي ال if بالزبط كده بنكتب حاجة معينة طول ما هي بتحصل او طول ما الى هنا ده طول ما ال condition ده true while true يعني طول ما الحاجة هنا ده بتديني واحد او تديني true ايان كانت ال condition ده ايه؟ اعمل لي الكلام ده اللي ما بين الاقواز دي بالمنظر ده بكتب لي الاقواز نولي your code here ما بين الاقواز دي يبقى ال while بتبقى شغالة ازاي؟ بكتب while دي التكرار او دي ميزة اللوب حاجة اسمها تكرار عندنا في البرمجة في كل اللغات موجود التكرار بس بأشكال مختلفة او بصور مختلفة بس في الاخر بيديك نفس النتيجة لان انت كده 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 بالمنطق وبالطبيعي ان كل البرمجة اللي ما يكتبوا برامج على ان في حاجات بتكرر معاهم هم مش محتاجين ان هم كل مرة يعودوا يعيدوا الكود يعيدوا الكود يعيدوا الكود لا ممكن اعمل loop حاجة تكرارية كده تخليه الكود ده يقعد يكرر نفسه بنفسه طيب احنا عايزين نعمل المثال اللي في الوقت اللي عملنا ده اللي كتبناه في سطور كتير جدا عايزين نعمله في سطرين زي ما انا قلت طيب هقول كده while تمام عايز احط حاجة هنا condition عشان يفضل يكرر لحد ما condition دي تبقى false او لحد ما condition دي تبقى خلاص ما بتحصلش while x بتاعتي اقل من العشرة تمام printf هنا نعمل percentage d طبعا دي small انا غلطان ونحط هنا نقوله يتبقى لل x وبعد كده x plus plus طيب ايه اللي بيحصل هنا ايه منظر اللي قدامي ده دلوقتي انا ال x عندي ب zero مش محتاجين كمان ال print او سطرين اهو كود بتاعي بقى سطرين طيب او 3 سطور بقى معنا صح يبا احنا عملنا while وعملنا condition بتاعتي بعد كده قعد كرر لي كود ده اللي ما بين القصين دول اللي تشايفهم خلينا نعملك zoom قعد كرر لي الكود اللي ما بين القصين دول لحد ما condition دي تبقى false يعني لحد ما ال x تساوي 10 احنا قلنا ال condition بتاعي x هيقل من 10 طول ما ال x هيقل من 10 اعمل لي الكلام ده مجرد ما ال x زادت عن 10 او بقت بتساوي 10 خلاص ما تعمليش الكلام ده طيب احنا عزين نطبع من 0 هل الكود ده هيغني عن الكود اللي احنا كتبنا من شوية او هيغني عن الكود اللي احنا كتبنا من شوية فاحنا دلات عندنا ال x في الاول خالص احنا عملنا لها initialize ولازم تبقى عمل لها initialize في الاول او ايا كانت xyz ايا كان ال constant وقالنا while هيقل من 10 هي هنا بصفر ففعلا اقل من 10 هيقوم داخل هنا يوم يطبعها تمام بعد كده يقوم يزودها بواحد ويقوم داخل بعد كده على while تاني بقى ال x دلوقتي عندي بقت بواحد هل الواحد أقل من 10؟ اوقت الواحد اقل من 10 خلاص خمسي اطبعها Ble2 بقى ال x بالique 2 هل ال x للسسه هل ال 2 اقل من 10؟ اقل ال 2 اقل من 10 يوم يطبع بعد كده يعمل plus plus بقى ال 3 قل من 10؟ اet 3 قل من 10 يوم يطبع بعد كده ينب Franco might be two main programming الرمت지는 8 Prom distance يوم يطبع بعد كده يعد مناب زدruff هيفضل بالمنظر ده على الشيء اتك بهيفane ليصيح بالواجة يصبح من تجمعный вариант فwork الطبع בת هذا. لا حدما في الاخر. ايه اللي هيحصل. لحد ما في الاخر هيلاقي نفسه ان الاس بتاعتي هنا اول ما الاس بقت بتسعة. هل التسعة اقلم العشرة آه هيعمل برينت بعد كده يزودها بقت العشرة. هل العشرة أقل من العشرة? لا. العشرة بتساوي العشرة مش يقلم العشرة. هيقوم ايه يخرج وميشوفش الكلام اللي هنا. ده اكين انه مبعيش موجود. طيب. ويقوم يبدأ بعد كده يكتب الاكواد التانية اللي عندك الان كانت الاكواد دي ايه نكتب هنا نكست كود خلونا نشوف الكلام ده حقيقي اللي انا قلت ولا مش حقيقي نبلدونرون برضو طبعلي من صفر الحد تسعة طب اذا انا عايز اطبع من صفر الحد عشرة هقول له اقل من او تساوي عشرة يبقى لما يجي هنا اعمل اكس بلس بلس للتسعة فبعت عشرة هل العشرة اقل من او تساوي العشرة اه يومي يطبع يطبع ليه حد عشرة طبع عايز اطبع على حد مية او محطط هنا كمان صفر يبقى انا بدل ما اكتب الكود بتاعي ده مية مرة انا كنت هكتب الكود برنتايا والاكس بلس 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 ده مية مرة بدل ما اكتبه مية مرة لا انا هزود سطر هنا هعمل حاجة اسمها تكرار او لوب بحيس يعيد للكلام ده مية مرة لا لما اجي ران دلوقتي تكسفنيش او عمال نجي نبص هنا كده لان هو طبع من واحد لحد مية ملاش مية يا عم عايزين نعمل لحد الف انا عايز اطبع لحد الف انا حر عايز اعمل كاونتر بيعد لحد الف من صفر الالف تيجي تبص هنا كده طريقة على لحد الف كل الارغام لحد الف ايه عايز اطبع لحد مليون اما بدل ما اكرر الكود ده الف مرة تخيل يعني ايه الف مرة تكتب الكود ده الف مرة انت متخيل العدد متخيل كمية الاخطاء اللي ممكن تظهر لك او كمية فاختروا حاجة بسيطة جدا ولزيزة اسمها الوايل لوب فبالتالي الوايل لوب طول ما الكنديشن ده تمام صح خش هنا اعملي ايه اعملي حاجة معالة طيب عايزين نعمل حركة جديدة برضو نربط اللي فات بال باللي احنا درسناه نربط اللي فات بالحاجات الجديدة اللي احنا درسناها فانا دلوقتي عايز من ضمن عشر ارقام بيبدأوا من صفر يعني انا هعد من صفر لحد عشرة عايز اول ما رقم خمسة يجي يقولي انا جيت مثلا مثلا هيقولي انا جيت بكل بساطة فانا دلوقتي عندي الاكس بصفر دخل هنا عايزه يقولي اول ما الاكس بتاعتي اطبع لي انا جيت فانا قم نعمل اف انا ممكن احط اف عادي جدا لانا قلنا الكود اللي ما بين دول بس هو اللي هيتحقق طول ما الشرط ده ايه طول ما الشرط ده صح او true فعجي اقولي هنا اف الاكس بتاعتي تساوي تساوي خمسة اطبع لي printf انا جيت بالفرانكو طيب هل في اللوب بتاعي ده هيعدي على الخمسة اه هيعدي على الخمسة طبعا احنا نسينا حاجة مهمة جدا 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 ان اللوب ده infinite loop يعني مش هيوقف لان الاكس هنا هتفضل طول عمرها اصغر من العشرة لان انا نسيت اعمل اكس بلس بلس خلي بالك من النقطة ده كويس جدا دلوقتي الاكس بتاعتي في الاول خلص بصفر فانا لازم يبقى عندي حاجة تخلي التكرار ده يستمر لحد حد معين لا يفعش انه يفضل يستمر طول عمر فانا قلت له الاكس فضلت بزيره عندي قلت له عملي الموضوع ده هيفضل يلوب 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 لان دايما الاكس هتفضل على أقل من عشرة فبالتالي هيفضل المزنوق في المنطقة ده كده مش هيطلع منها خالص فلازم انا اعمل حاجة تخلي لي ايه اقدر ان انا اخرج من الكنديشن ده فاقول له هنا اكس بلس 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 بحيث ان الاكس بتاعتي تزيد لحد ما تبقى ايه توصل للعشرة في ايوم يوقف الكود بتاعي نبدأ نبلدون رون يطلع لي المنظر ده انا ايه هو بدأ الاول بصفر هل الاكس هنا بتساوي صفر لا فمش هيخش في الاقواز دي طيب هل بواحد لا هل باثنين لا هل بثلاتة لا هل باربعة لا هل بخمسة اول ما بعت الاكس بخمسة ام طبع لي هنا بعد كده اكمل عادي اللوب بتاعه مفيش اي مشكلة طيب هيكمل لحد العشرة عادي مفيش اي مشكلة لما تيجي تطبع الاكس يعني بص على المنظر ده وفرد الاكس بتطلع من هنا بعشرة فلو جيت انا اعمل برينت هنا الاكس برا اللوب بقى خلاص هي عايز اعرف لقتي هي في الميموري متسايفة بايه بالزبط او قيمة بتاعتها ايه هلا انها بعشرة طلع لي من اللوب ده والاكس بعشرة اول ما الاكس بيت عشرة ام طلع واعمل لك الاكواد اللي بعد الاكواس بتاعت اللوب بتاعي او بتاعت الواي اللوب بتاعتي طيب خلان اقول حاجة كمان بسيطة جدا وسهلة ايف اللي انا اطبع الارقام الزوجية فهنحط هنا %d وهنحط هنا %d فهنقل ايه لو باقي الاسم بتاعت ال 2 بتساوي 0 اطبع لي ال اكس يعني ايه باقي الاسم بتاعت ال 2 لانا جئت دلوقتي قلتلك 2 على ال 2 فيها ال واحد هل في باقي اسمه لا مفيش 4 على ال 2 هل في باقي اسمه لا مفيش بصفر 6 على ال 2 رقم زوجة وستة على اثنين بتلاتة هل في باقي اسمه لا مفيش باقي اسمه. بس لو جيت قلت لك تلاتة على اثنين بواحد وفي باقي اسمه تمام لو جيت قلت لك خمسة على اثنين باثنين وفي باقي اسمه وهكذا. فلو انت عايز تتعرف ان الرقم ده ايفن فبتقول له لو باقي الاسم بتاع الاثنين بصفر اطباع للرقم ده. فبالتالي مفروض هنا ان هو هيتباع لي الايه? هيتباع صفر واثنين واربعة وستة وتمانية وعشرة. طيب العشرة اللي هنا بتاعت البرينت اللي برا اللوب. فاحنا لو شناها بالمنظر ده. وعملنا build and run. تلاقي طبع لك اول حد ده الاكس اقل من عشرة صفر واثنين واربعة وستة وتمانية. طب لو عايز اعمل الاعداد الفردية اقول هنا لا تساوي. الاد نمبر. فايتباع لي واحد وثلاثة 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 طيب ده بكل بساطة كان ال while loop. يبقى احنا اتفقنا ان انا عندي ال while. بعد كده ال condition. بعد كده بيطبق لي الحاجات دي طول ما ال condition ده true. بس ده بيمنع للتكرار ان انا ما عدش يعني او ده بيمثل التكرار عندي في اللغة شوية اكواد. انا هاوض اقررها كتير اقررها كتير اقررها كتير. انا حطيت and حطيت or حطيت ايا ان كان لحطه زي ال if بالظبط في ما شرحنا في ال if condition. هيطلع لك هنا هيفضل ينفس الكود ده طول ما الى هنا ده true. مجرد ما ال condition اللي هنا ده يبقى بال false. ولا لكنه شايف. انا لو جيت هنا وقلت له while false. يعني خلاص هنا بقى بزيره. فبالتالي هو اصلا مش يشوف الكلام ده كل. انا هعمل هنا print. ونكتب هنا nothing. ونطبع. build or on. في مشكلة. هو هيقول لي يعني ايه while false ما فيه ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقول ده. ما ينفعش. تعال انبص. the error false undeclared. ما ينفعش ان انت تقوله while false. او لو جينا هنا قلنا وحسن حتنا مثلا. اه اقل من. اه اقل من. او 20. والعندي بصفر اصلا في الاول. فاصلا مش هيدخل. تعال انبص كده. هيتبع لك هنا nothing. فبمجرد ما لاقيها ان هي. ال condition اللي هنا ده. اه لان هو false مش true. تمام. فبالتالي مش هيخش ما بين الاقواز دي خلاص. هو مش شايف الكلام ده كله. كل الكلام فهيقوم داخل مع بعض الأقواس اللي هو النكست كود خلينا نطلع ديفوه عشان مطلق باش يبقى بالتالي خلاص هو شاف الـ X أقلم الـ 20 الـ Condition بتاعي ده مش تمام الـ Condition ده هي ديني False لأن الـ X أكبر من سنة عشرين فقالنا مش هيخش هنا فبالتالي مش هيعمل أي حاجة من الحاجات اللي هنا بعد كده يطلع بره اللوب بتاعي ده خلاص أكد اللوب بتاعي ده ما بقاش موجود ويقوم الطبيعي للـ Nothing بس شكرا وأتمنى تكون حلقة مفيدة موسيقى